عندي أسئلة الوحدة صفحة 75 و 76 و 77 هل نحط دائرة الإجابة الصحيحة يعود أصل الطاقة المختزنة في الوقود الحفوري إلى هذا الحكي جوابنا قبل وشير أسئلة الفصل حكينا سواء النباتات أو الكائنات الحياة الدقيقة الموجودة في قاعد البحار هؤلاء الكلام بيحتاجوا للشمس عشان يعيشوا أصل الطاقة المختزنة في الوقود الحفوري هي الشمس من الخصائص الآتية الصحيح فيما يخص الطاقة المتولدة من طاقة الرياح طاقة الرياح هي طاقة صديقة للبيئة أكيد مش رح تكون ضرورة ولا رح تكون طاقة غير متجددة هل العنصر الذي يزيد من قيمة الفحم الحجري وقودا والكربون حكينا هو العنصر الرئيسي في تكوين الفحم الحجري هل الاستمرار في عملية حرق الوقود الحفوري يؤدي إلى طبعا حكينا هو ملوث للبيئة تمام هو ملوث للبيئة فحرق الوقود الحفوري يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات حرارة الأرض السؤال الخامس إيش أي مصادر الآتية ينتج ثاني أكسيد الكربون الشمس أكيد لا الرياح أكيد لا اللي بينتجه هو النفط النفط ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون السؤال الثاني اذكر السبب لكل مما يأتي كلما زادت سرعة الرياح زادت حركة المراوح الهوائية احنا لما حكينا عن العامل بتأثر في الطاقة الحركية طبعا الطاقة الحركية سواء كانت للرياح أو سواء كانت للسيارات أو لدرجة لأي شيء كلما زادت سرعة سرعة الرياح تزداد الطاقة الحركية التي تحرك المراوح الهوائية طيب يفضل استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية ليش لأنها طاقة متجديدة ولا تلوث البيئة السؤال الثالث طبعا أنا هون عندي هذا الشكل بدي أشوف طبعا كاتب عندي مصادر طاقة طبعا هنذا أحكي في 2010 قبل 10 سنين أدرس وأجب عن أسئلة التالية السؤال الأول أذكر مصادر الطاقة المتجدة ومصادر الطاقة غير المتجدة هون اش في عندي مصادر طاقة متجددة طبعا هون إذا أنا بتطلع طبعا النفط غير متجددة غير متجددة الفحم الحجر غير متجددة الطاقة النوارية غير متجددة الطاقة الكهرومائية أو اللي هي عندكم اللي هي نفس الطاقة المائية تمام فإذا الطاقة المائية في عندي طاقة متجددة أخرى اللي هي 1% شو هي هاي الطاقة المتجددة اللي هي طاقة الرياح والطاقة الشمسية هيني كاتب عليكم يام هون الطاقة المائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح هدول مصادر الطاقة المتجددة مصادر الطاقة غير المتجددة اللي هي الطاقة النوبية الفحم الحجري الغاز الطبيعي والنفط هدول مصادر الطاقة غير المتجددة هلأ السؤال هذا ألف من نوبا ما نسبة استخدام العالم للطاقة المتجددة في عام 2010 في 2010 بنرجع لهذا الطاقة المتجددة اللي هي عندي كهرومائية 6% والطاقة المتجددة الأخرى 1% يعني 7% إذن هون إذا أنا بلاحظ من الرسمة أنا عندي الطاقة المائية اللي هي 6% والطاقة المتجددة متجددة أخرى اللي هي 1% 6% و 1% 7% تمام؟ لماذا تستخدم مصادر الطاقة غير المتجددة بنسبة أكبر من مصادر الطاقة المتجددة لسهولة استخدامها وتوفرها ولأنها تزودنا بطاقة حرارية عالية تمام؟ الهديكة بتكون أسهل من الطاقة المتجددة السؤالي بعده أكمل الجملة الآتية بما يناسبها الجسم الذي لديه قدرة على إنجال عمل ما يمتلك طاقة أنواع البقود الأحفورية الفحم الحجرية والنافت والغاز الطبيعي عند تشغيل المكوال الكهربائية تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية يمتلك قطار متحرك شكل أشكال الطاقة تسمى طاقة حركية يعني إحنا نحط وقود للقطار عشان يتحرك إذن هي طاقة حركية هلأ ما العوامل التي تعتمد عليها الطاقة الحركية اللي حكيناها قبل بشوي أي كتلة الجسم وسرعة الجسم طيب هلأ أنتي هلأ هون أعطوني معطيات هاي الجدول هاول عربة في المواقع ألف وبا وجيم هلأ هاي العربة وقفت عند الموقع ألف ووقفت عند الموقف با وعند الموقف جيم هلأ إيش أقصى طاقة حركية إلها أكيد عند جيم اللي هي ميت متر في الثانية ومين أدنى طاقة حركية اللي هي عشرة عشرة متر في كل ثانية هلأ السؤال السابع يسعى الأردن إلى التوسع في نطاق استخدام مصادر الطاقة المتجددة فما هي المصادر التي يستخدمها الأردن وأي المناطق تستغل أشكال الطاقة المتجددة المختلفة فيها بشكل أكثر وفرة هلأ الأردن بيستخدم مصادر الطاقة الشمسية عن طريق الخلايا وبيستخدم طاقة الرياح في المراوح الهوائية اللي هي كان عنها موجودة بالطفيلة تمام وين هاي المناطق أكتر إيش هي مناطق شرق وجنوب الأردن هذول أكثر مناطق بتم استغلال الطاقة المتجددة فيهم السؤال الأخير ما الصعوبات التي تواجه التوسع في استغلال الطاقة الشمسية ليش الناس ما بتستغل الطاقة الشمسية بشكل كبير بسبب ارتفاع ثمنها غالية الثمن لما بدك تركب ألواح أو خلايا شمسية هتكون أمور مكلفة جدا هيك بيكون هنا حل الفصل أو أسئلة الوحدة وإن شاء الله لنا نلقاء في الأسبوع القادم مع الوحدة الجديدة ويعطيكم العافية سابس ترجمة نانسي قنقر